هذا اليوم تقر بأن هناك الكثير من المظلومين داخل الشجون العراقية نحن وصلت إلينا شكاوي حقيقية حتى أن المحققين لا يعطوهم الفرصة للعرض على اللجانة الطبية ولحد الآن آثار التعذيب موجودة على أجسادهم ولو رأتهم أي لجنة طبية مختصة محايدة سوف تكتب أن هؤلاء تعرضوا إلى التعذيب والإكراه والتعذيب ممنوع دستورا وقانون في العراق هذا التعديل الأول التعديل الأول نعم التعديل الثاني يخص مادة الخطف نحن في قانون العفو استثنينا أو شملنا العفو الحالات الخطف التي حدثت بين العوائل وبين الذوي القربة ولأسباب عشائرية أو أسباب بسيطة مثلا أهل الزوجة أنا عندي حالة ثلاثة من أخوة الزوجة ذهبوا إلى بيت الزوج وأخذوا أختهم واشتكى عليهم الزوج بالخطف والآن ثلاثة إخوة محكمين عشرين سنة وصال صلوع وصال تنازل والآن الأخوة تعيش في حالة نهيار رفسي تسببت في حكم إخواني من إخوانها عشرين سنة هي حادثة عائلية لا تنطبق عليها أوصال الخطف أو مثل مشكلة أراضي حدثت بينها وناس متنفذين في السلطة وناس بسطة اشتكوا عليهم بالخطف والآن هم محكمين بالسجون أكثر من عشرين سنة وخمسة عشر سنة إذن أكو حالات وصفت بالخطف أو هي عائلية أو ليست لها الدوافع إرهابية لم يمت فيها إنسان ليس هناك عاها مستديمة ليس هناك فقدان وهناك صلح وهناك تنازل لماذا لا يشملهم بالعفو